مستخدمون الانترنت سيتمكنون من الإفادة من خدمات تحميل الأفلام والموسيقى حتى لو كانوا خارج أوطانهم في إجازات أو انتقال محدود زمنياً هذا ما تقترحه المفوضية الأوروبية في مشروع قانون تقدمت به هذا الأربعاء الجميع مستفدون من هذا التدبير بخاصة الذين يستخدمون الخدمات الرقمية كما أن الإفادة هي اقتصادية في إطار التنافس العالمي مما سيسمح بخوق فرص للعمل في أوروبا المشتركون سيتمكنون من الإفادة من اشتراكهم أينما كانوا في أوروبا يوليا ريدا البرلمانية الأوروبية تحدثت لرودولف هاربرت من يورو نيوز حول هذه الحلول الاقتراح المقدم يحل مشكلة سطحية فقط المشكلة تستمر لدى الأوروبيين الذين ليست في بلدانهم خدمات مماثلة ويرغبون بالإفادة من هذه الخدمات الرقمية التكنولوجية الخدمات التكنولوجية الرقمية في أوروبا مرتبطة أيضاً بقوانين حقوق الملكية الفكرية والمفوضية الأوروبية في صدد اقتراح القوانين المعاصرة لذلك حقوق الملكية الفكرية تعود قوانينها إلى التسعينات حيث كانت التقنية الرقمية في بداياتها يجب علينا أن نطور هذه القوانين لتتماشى مع التقدم الحاصل في القرن الواحد والعشرين هذا ما قاله ليورو نيوز المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد الرقمي جونتر أوتينجر ترجمة نانسي قنقر